الألبوم الجديد باتميل على البيت والألبوم مكسر الدنيا وأنا عارفة أنه فيه يعني الأغنية مش موجودة في الألبوم؟ في كذا سنجل أكيد بعد في سنجل رح ينزل بصيف قبل ما ينزل الألبوم الألبوم قررت أنه نزله بأكتوبر بس قبل لأنه بعده ما وسم صيف قلت أنا بقدر نزل سنجل وبعدين نزل الألبوم فل أكيد الأغنية باتميل على البيت عم تكون من الألبوم وأغنية اللي عم نزلها مش حول اسمها أكيد رح تكون كمان ضمن الألبوم يلي بدون 12 أغنية هتتصور فيديو كليب؟ الأغنية اللي جاي لا فعنده لريكس فيديو بس أليسة لسه بتصور فيديو كليب برغم أنه في ناس بقت شايفة أنه الموضوع عم مش فيديو كليب والفيديو كليب ستتعمل مشاهدة يعني تتعدى يعني أرقام ما حصلتش قبل كده وده حصل مع باتميل على البيت أنا بما أنه صرت أنا الأونر طبع الشغلي أنا صار عندي شركة إنتاج لا لا عم بعمل جهدة أنه كل عمل لأ نزل معه كليب لأنه نحن بعصر صورة مش بعصر صوت بس وبيساعد كتير أنه يكون فيه للكليب مش ضروري يكون إنتاج كبير بس يكون صورة حلوة عم تتقدم للمشاهد للمشاهد من خلال كل البلاتفور الموسيقية هلأ أنا عم بتحكم بهالشي يعني أنا عم بعمل جهدة أنه كل عمل أنا نزلت بالسنتين اللي قطعوا من أول دقيقة مع ساعد المشاهد أول دقيقة قصارت الدنيا دي قصة نجاح كبيرة جدا الناس بتسمح لحد النهارده أغني كلاسيكية ما بفتكر بتموت ومع الوقت رح تكون من أنجح الأغاني الكلاسيكية أو ديو اللي نعملو رجعت أخدت أنا وبس وصورتها وهلأ بتميل على البيت يعني عم شوف وين المناسب أنه صور أغنية يعني فيديو لها الأغنية وين ممكن تعد من غير أغنية